بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة طلبة جامعة الكدس المفتوحة أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد لمكرر محاسب 2 4132 حيث سيخصص هذا اللقاء لطرح مثالين عمليين على طرق استهلاك الأصول الثابتة ونبدأ في المثال الأول المثال الأول بقول اشترت شركة النسر الذهبي في 1-1-2007 رافعة بمبلغ 38 ألف دينار وقدر الخبراء العمر الإنتاجي المتوقع لها 6 سنوات تكون بعدها قيمة الخردة 2 دينار وقدرت الطاقة الإنتاجية للرافعة خلال عمرها الإنتاجي بـ 180 ألف ساعة عمل لاحظ عزيز الطالب أن البيانات الأساسية التي يجب أن توفرها في أي سؤال هي وقت الشراء إحنا هنا شرينا في 1-1 فحيكون الاستهلاك خلال سنة كاملة كمان في عندي التكلفة واضحة عند العمر الإنتاجي واضح وعند الخردة واضحة وعند الطاقة الإنتاجية واضحة تذكر عزيز الطالب أن الطاقة الإنتاجية هي بتخص طريقة من الطرق فقط وهي طريقة معدل الاستخدام أما العمر الإنتاجي فهو يستخدم في الثلاثة الطرق التي هي طريقة القصة الثابت القصة المتراكز ضعف نسبة القصة الثابت والقصة المتراكز مجموعة أرقام السنين هذه المعلومات التي تتخص هذا المثال الآن المطلوب حساب مصاريف الاستهلاك للرافعة للسنة الثانية السنة الثانية المقصود فيها في الالفين وثماني لأننا شريناها في الواحد واحد الفين وسبعة فإحنا حنحسب الاستهلاك في السنة الثانية اللي هي المقصود فيها في الالفين وثماني فقط حسب طريقة القصة الثابت حسب طريقة القصة المتراكز ضعف نسبة القصة الثابت وحسب طريقة القصة المتراكز مجموعة أرقام السنين وطريقة معدلة الاستخدام إذا علمت أن الرافعة قد عملت خلال السنة الثانية اللي بتهمنا اللي هي 32 ألف ساعة عمل هذه البيانات اللي أعطانيها هذا السؤال برضو كمان بده من المطاليب الأخرى اللي هو تسجيل الكيود المحاسبية الخاصة بالاستهلاك والإكفال استهلاك وإكفال حسب طريقة مجموع أرقام السنين في 31-12-2008 إذن أنا بحسب الاستهلاك أولا حسب المطلوب الأول وبعدين حسب مطلوب رقم باب أجب أسجل الكيود المحاسبي الخاص في الاستهلاك وكمان قيد الإكفال الخاص بالاستهلاك المطلوب رقم ثلاث بين كيف تظهر الرافعة في الميزانية الجزئية في 31-12-2008 حسب طريقة القصة المتناقص ضعف القصة الثابت الآن بدنا تأثير ذلك على الميزانية الجزئية في 31-12-2008 طبعا الطريقة هنا كانت الكيود المحاسبية خاصة في مجموع أرقام السنين أما هنا في عملية إظهار الميزانية الجزئية حسب طريقة القصة المتناقص ضعف نسبة القصة الثابت هو هذا المثال زي ما احنا شايفين أو مطالبه أو سرد معلوماته وهي تطبيق مباشر للقاء التي تم الإشارة فيه إلى مفاهيم طرق الاستهلاك وكيفية حساب الاستهلاك فهذا هو تطبيق مباشر وعملي على هذا الموضوع الآن نبدأ في عملية الحل وهو حساب قصة الاستهلاك للسنة الثانية حسب الطرق التي طلبها هذا السؤال وهي أربع طرق طريقة القصة الثابت القصة المتناقص ضعف القصة الثابت القصة المتناقص مجموع أرقام السنين ومعدل الاستخدام إذا علمت أن الرافعة عملت 32 ألف ساعة عمل حنشوف أولا استهلاك السنة الثانية باستخدام طريقة القصة الثابت السنة الثانية قصة الثابت بغض النظر الأولى والثاني والثالث والربعة مش هتختلف لأنه في عند قصة ثابت حنشوف القانون طبعا لازم نكون حافظين القانون التكلف ناكس الخردة على العمر الانتاجي تطبيق مباشر التكلف 38 ألف الخردة 2000 على العمر الانتاجي اللي هو 6 سنوات بهذه الحالة بطلع عندي 6 ألاف دينار اللي هي قيمة استهلاك القصة الثابت لهذه الرافعة في الالفين وثماني حسب طريقة القصة الثابت 6 ألاف حتكون في السنة القادمة 6 ألاف وهكذا لأنه قصة ثابت استهلاك السنة الثانية باستخدام طريقة القصة المتناقص اللي هي ضعف القصة الثابت إحنا وضحنا سابقاً وحنوضح حالياً أولاً لازم أجد أنا ضعف النسبي واتفقنا إن ضعف النسبي في عنا إحنا طريقتين إما ألف با جيم اللي إحنا أخذناهم وتعلمناهم إنه أنا أول شي بحسب التكلفي أو بحسب الاستهلاك بدون خردة اللي هي التكلف على العمر والنتيجة بكسمها على التكلف بطلع النسبي وهي النسبي مضاعفة بضرها باثنين أو بقول مية في المية على العمر الإنتاجي اللي هو عندي 6 سنوات هون بقول مية في المية على 6 سنوات بطلع ضرب اثنين بطلع 16.6 ضرب اثنين اللي هي مضاعفي بطلع عندي 33% النسبي المضاعفي إذن هي النسوب المضاعفي أصبحت مفروغ منها في هذه الطريقة لازم أنه أوجد النسوب المضاعفي الآن في شغلي ثاني تريد أني الاستهلاك بطلوب في السنة الثانية إذن لازم أن أعمل السنة الأولى مع damn it! ومن التكلفت depl giaدية ومشان أطلع استهلاك السنة الثانية وهي نقطة مهمي يجب الإنتباه إليها إنه هو طالب لكن في السنة الثانية طب أنا ما بقدر أطلع السنة الثانية لماذا لأني طالع السنة الأولى طب لمثا ليس؟ أطلع السنة الأولى لأنه أنا لازم أنقص ما تم استهلاكه في السنة الأولى من التكلفي وبضربه في النسبة المضاعفة حتى أطلع استهلاك السنة الثانية حنشوف إحنا وإياكم كيف تم حل هذا المثال ضعف نسبة القصة الثابت هو مختصرة هنا بدلاش مش ماخذ الثلاث ألف باجيم هو على طول مباشرة اللي هي المية في المية قسمها على العمر الإنتاجي ضرب بثنين تطلع عندي ثلاثة ثلاثين في المية وهذه المطلوب اللي هي النسبة المضاعفة الآن بما أنه مطلوب الاستهلاك في السنة الثانية إذن لازم أطلع أولش الاستهلاك في السنة الأولى أولا فقص الاستهلاك للسنة الأولى يساوي التكلف ضرب النسبة المضاعفة ولو طبقنا عليه بطلع عندي ثمان وثلاثين ألف التكلفة ضرب النسبة المضاعفة طلعناها ثلاثة ثلاثة في المية بطلع عندي اتناشر ألف وخمسمية واربعين هذه 12540 لازم أشيلها من التكلف وأضربها ب33% مشان أطلع استهلاك السنة الثانية حنشوف استهلاك السنة الثانية زي ما أنتم شايفين أخذنا التكلفة شلنا منها استهلاك السنة الأولى الآن كل هذا بدنا نضربه إحنا ضرب 33% اللي هي النسبة المضاعفة بيطلع عندي إلا هو المبلغ 8401.8 دينار هذا هو استهلاك السنة الثانية وهو المطلوب إذن زي ما أنتم شايفين هون أنا لا أستطيع أن أوجد مباشرة استهلاك السنة الثانية إلا بلا ما أوجد استهلاك السنة الأولى لأنها الاستهلاك السنة الأولى يجب أن يطرح من التكلف ويضرب في النسبة المضاعفة للحصول على قصة الاستهلاك الخاص في السنة الثانية وكل هذا لا يمكن أن أوجده إلا بلا ما أوجد ضعف نسبة القصة الثابت اللي هي زي ما إحنا تبهنا له هنا واطلعناها حول قسمة المية في المية على العمر الإنتاجي ضرب اثنين وهذه طريقة سهلة ومسيطة جدا وبالتالي تؤدي إلى نفس النتيجة التي تم الإشارة إليها في النقاط اللي هي ألف باء وجيم الآن الاستهلاك حسب السنة الثانية باستخدام طريقة القصة المتناكس طبعا في هذه الحالة أنا بدي السنة الثانية فبدي أستخدم السنة المقلوبة لازم أنا أخذ السنة الثانية المقلوبة طبعا مجموعة أرقام السنين إحنا أنا عندي ست سنوات عندي حلين إما بقول واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة بيطلع الواحد وعشرين أو بقول ستة في أول سنة زائد ستة بيطلع سبعة واحد زائد ستة سبعة على اثنين بيطلع ثلاث ونص ثلاث ونص في ستة بيطلع في واحد وعشرين وهكذا وحنشوف إحنا وإياكم على الشاشة مجموعة أرقام السنين عندي أنا العمر ست سنين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة لو جمعت واحد واثنين ثلاث وثلاث ستة وأربعة عشرة وخمسة خمستاش وستة واحد وعشرين فعندي مجموعة أرقام السنين هي عبارة عن واحد وعشرين أول حال الثاني اللي تعلمناه إحنا وإياكم إنه بيكون عندي ستة في واحد زائد ستة زائد ستة يساوي سبعة على اثنين ثلاث ونص في ستة بيطلع 21 جميعهم بؤدي إلى نفس النتيجة إذا انقصت الاستهلاك حسب هذه الطريقة يساوي التكلفي ناقص الخردة بين كوسين مضروبة في السنة المكلوبة على مجموع أرقام السنين الآن السنة المكلوبة اللي أبدأ أستخدمها أنا دائماً منقول هنا السنة العادية وهو هنا المكلوبة أنا العمر الإنتاجي عنده 6 سنوات إذا بأخذ 1 2 3 4 5 6 المكلوب هون 6 5 4 3 2 1 زي ما إحنا هنا إحنا شايفين وبالتالي بنلاحظ أنا أي سنة أنا بدي أشتغل عليها بدي أشتغل على السنة الثانية زي ما إحنا شايفين هون إذا بأخذ السنة الثانية مين السنة المكلوبة حتكون إيش خمسي معناته حتكون هنا إيش خمسي مجموع أرقام السنين اللي هو عبارة عن 21 التكلفي اللي هو 38 ألف ناقص الخردة اللي هي ألفين وهكذا إذن بالتالي بأكون أنا حليت السؤال مباشر للسنة الثانية عن طريق اختيار السنة المكلوبة والله هي هاي السنة الثانية وهاي السنة المكلوبة الخاصة فيها حنشوف إحنا وإياكم كيف نحل هذا السؤال السؤال استهلاك السنة الثانية زي ما حلا شايفين اللي هو 28 ألف اللي هو عبارة عن التكلفي الخردة ألفين السنة المكلوبة خمس سنوات وأرقام السنين مجموعة أرقام السنين وأحد وعشرين تطلع عندي 8571.4 وهو تطبيق مباشر على المفاهيم التي تم الإشارة إليها في اللقاء الخاص في طرق استهلاك الأصول الثابت طلوب رقم أربعة استهلاك السنة الثانية باستخدام معدل الاستخدام وكل معدل الاستخدام باتعامل مع الطاقة الإنتاجية إذن أول إشي لازم أنا أوجد مردل الاستخدام والله التكلفة ناقص الخردة على الطاقة الإنتاجية وعلى طول مباشرة لو جيت أنا طبقت التكلفة 38 ألف ناقص ألفين الخردة على الطاقة الإنتاجية 180 ألف ساعة بطلع عندي أنا هون يعني عبارة عن 20 كرش لكل ساعة عمل كل ساعة عمل أنا بتعمل فيه هذه الرافعة هو بتكلفني أنا 20 كرش هذا معدل الاستخدام لكل ساعة الآن لازم يكون ماطعي عندي أنا عدد الساعات فيوم يكون عندي موجود عدد الساعات مضروب في معدل الاستخدام بطلع عندي إيش استهلاك الخاص في هذه السنة الثانية وكلني هذا هي الطريقة لا تستخدم أو لا تعتمر على الزمن فبالتالي مباشرة نضرب عدد الساعات في معدل الاستخدام التي تم استخراجه لو ذكرنا السؤال إحنا وإياكم نلقى أنه عدد الساعات هي 32 ألف ساعة إذن حيكون في عندي أنا استهلاك السنة الثانية عدد الساعات ضرب عدد الاستخدام وبالتالي استهلاك السنة الثانية زي ما احنا شايفين اللي هو 32 ألف ضرب 0.02 تطلع 6400 دينار هو استهلاك السنة الثانية اللي هي المقصود فيها في 2008 لاحظين أنه يعني كلما إحنا تدربنا على عملية الحل أكثر كلما إحنا حلينا مسائل تدريبية أكثر كلما اتبصصت الفكرة وصارت سهلة ومسيطة وميسرة إن شاء الله الآن المطلوب رقم بال له تسجيل الكيود المحاسبية والإكفال في 31-12-2008 حسب طريقة مين حسب طريقة مجموع أرقام السنين برجع لطريقة مجموع أرقام السنين بلقى إنه قيمة الاستهلاك كانت 8500 و 71-4 حسب هذه الطريقة لو رجعنا إحنا للمثال بنلقى إنه قصة الاستهلاك كان 85-71 بعد ذلك ما علي إليس الجيل الكيد المحاسب وهذا الكيد المحاسب يجبع أن يكون مفهوما ومحفوظا من قبل الطالب حتى يقدر يتعامل معه هذا الكيد المحاسب يكون كالتالي من حساب مصاريف استهلاك الرافعة 85-71 point-4 إلى حساب مخصص استهلاك الرافعة 85-71 point-4 وكيد الاكفال من حساب قائمة الدخل 85-71 point-4 إلى حساب مصاريف استهلاك الرافعة لاحظ أن هالمصاريف كانت مدينة جعلناها دائنة من أجل تصفر وبالتالي بظهر عندي هذا المخصص يكون مطروح من قيمة الرافعة في الميزانية العمومية وهذه قائمة الدخل تخفض بقيمة مصاريف الاستهلاك وتؤثر على الربح بتخفيضه بمبلغ 85-71 point-4 هذا المطلوب رقم باله وتسجيل الكيد المحاسبية وأنا أذكركم مرة أخرى بأن هذه القيود ثابتة تماما في جميع الطرق المحاسبية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل إنما يتغير الرقم حنلقى هون عندي 85-71 point-4 بجزء لو استخدام طريقة ثانية حنلقاها مثلا معدل لاستخدام 6400 أو طريقة أخرى حتكون أكثر أو أقل وهكذا اللهم إنه بكون الرقم الذي يتغير بس القيد هو قيد ثابت وهذا طبعا القيد يجب أن يكون محفوظا من قبل الطلبة وقادرين على عملية التسجيل بطريقة صحيحة ننتقل المطلوب رقم جيم اللي هو ثلاث الرقم جيم اللي هي الميزانية الجزئية في 31-12-2008 حسب طريقة ضعف القصة الثابت من المتناقص ضعف القصة الثابت وبالتالي أنا شغلي مهم هو اللازم ننتبه لأنا الآن كاعد بدي أعمل ميزانية في 31-12-2008 في هذه الميزانية حيظهر عندي الأصل بكيمته التاريخية اللي هو الرافعة بمبلغ 38-000 سيظهر منها مطروحا منها مخصص استهلاك الرافعة والله عبارة عن مخصص استهلاك 2007 واللي طلع عندنا في السؤال 12-540 ومخصص استهلاك 2008 وطلع عندنا 8400 1.8 مجموحا حيكون عندي 20-941 0.8 وبالتالي هذا المبلغ 20-941 0.8 سيظهر مطروحا من قيمة الأصل في الميزانية العمومية وبالتالي الميزانية سيظهر فيها قيمة الأصل التاريخية أو التقلف التاريخي للأصل اللي موجودة في السؤال بطرح فيها ما تم استهلاكه سابقا أنا استهلكت في 2007 والاستهلكت في 2008 وبالتالي بجمع هنا لو طلب مني أنا في 2009 حجم أنا 2007 2008 وكمان 2009 وأطلع المبلغ المطلوب الجديد وأنقص من قيمة ذلك الأصل وهذه دقطة مهمة جدا عن تاريخ الذي سيظهر فيه الميزانية الميزانية الجزئية مهم جدا وبالتالي حتى أن أكون إجابة صحيحة لازم أطرح كل ما هو تم استهلاكه سابقا والذي وضعه في مخصص الاستهلاك طيب الآن هنشوف كيف هنحل هذا السؤال هاي الميزانية الجزئية هتظهر عنده الرافعة بمقدار 38000 يظهر منها مطروح منه مخصص استهلاك الرافعة اللي هو بين كوسين وحيظهر عندي الصافي ب 17058.2 لاحظ أنه هذا الاستهلاك هذا أو مخصص الاستهلاك هو بخص ال2007 بمقدار 12540 وال2008 اللي هو طلع عندي 84001.8 مجموحين اللي هو 20941 40.8 نأمل أنها تكون الأمور واضحة إذن هذه حسب التكلفة التاريخية ما فيش فيها مشكلة المشكلة هي بربط اللي هي تاريخ الميزانية مع اللي هو كديش كيمة الاستهلاك فلو كان في 2007 فرضا 31 12 2007 بطرح من كيمة الأصل فقط هذا المبلغ اللي هو 12540 ولكن في 2008 زي ما احنا شايفين بطرح اللي هو 8401.8 اللي هو بخص استهلاك 2008 مجموح يساوي 20941.8 فبالتالي بتظهر عندي في الميزانية الجزئية صافة الرافعة بعد 31 12 2008 ب 17058.2 هذا فيما يتعلق في المثال الأول والتطبيق المباشر في حول مفاهيم طرق الاستهلاك شفنا كيف بنحسب حسب كل طريقة كيف سجلنا القيد المحاسبة حسب طريقة مجموعة أرقام السنين أخذنا المبلغ الخاص في القصة الاستهلاك الخاص في مجموعة أرقام السنين شفنا كيف يظهر تظهر الرافعة ومخصص الاستهلاك في الميزانية الجزئية حسب طريقة القصة المتناقص ضعف القصة الثابت وبالتالي جمعنا سنة 2007 وال2008 مع بعضهم ونزلناهم طرحناهم من قيمة الأصل لنصل إلى صاف قيمة الأصل في ذلك التاريخ وسننتقل الآن إلى مثال توضيحي آخر يعزز أيضا المفاهيم التي تم التطرك إليها في اللقاء الحادي عشر اللي بتعلق في شرح مفاهيم وطرق حساب مصاريف استهلاك الأصول هذا المثال الثاني بقول هنشوف إحنا وإياكم بتاريخ 1-9 هنا بدنا نوقف على 1-9 إنه الشراء تم مش في بداية السنة في 1-9 إذن الذي سيستهى والذي سيحسب في 2005 بما إنه 1-9 إذن هحسب أنا 9 و 10 و 11 و 12 كم عندي شهر 1-2-3-4 معناته 4 على 12 لازم نتذكر إنه في عندي أنا 1-9 شريط مش 1-1 إذا ب1-1 حوخذ السنة كاملة بس ولكن في 1-9 لا حوخذ بس فقط الذي تم استهلاكه من 1-9 إلى 1-30 12 في 2005 إذن كم عندي شهر 9 10 11 12 12 معناته أنا في أطلع ما يسمى باستهلاك 2050 بتاريخ 1-9 2005 اشترت شركة الروابي صيارة تكلفتها 37 ألف دينار وعمرها الانتاجي 6 سنين إذن التكلف واضحة والعمر الانتاجي موجود والطاقة الانتاجية موجودة والخردة موجودة إذا شايفين يعني جميع البيانات اللي بتخص القوانين هي موجودة بس إحنا طبعا كل هذا المطلوب حساب القيمة الدفترية للسيارة في 31 5 نشرح حون شو معنى القيمة الدفترية القيمة الدفترية هي التي تم التضرك إليها في الميزانية الجزئية في المثال السابق اللي هي القيمة الدفترية اللي هي عبارة عن التكلفة ناقص قصة الاستهلاك في الالفين وخمسة بالتالي تكلفة ناقص قصة الاستهلاك التكلفة واضحة عندي بس اللهم أن أنا أحسب الاستهلاك في الالفين وخمسة ونزل suggestion التكلفة وبتطلع عندي القيمة للسيارة تطلع عندي القيمة الدفترية للسيارة أو صافي القيمة الدفترية للسيارة هنشوف إحنا وإياكم حسب الطرق التالي طريقة القصة الثابت طريقة القصة المتناكز ضعف نسبة القصة الثابت طريقة القصة المتناكز مجموعة أركاب السنين طريقة معدل الاستخدام علما بأن المسافة المقطوعة خلال العام كانت عشرين ألف كيلو متر كلنا طبعا معدل الاستخدام مرتبط دائما مباشر بما تم استهلاكه وليس مربوطا بالزمن طيب هنشوف بالنسبة لطريقة القصة الثابت التكلف ناكس الخردة على العمر الانتاجي تطبيق مباشر سبعة وثلاثين ألف التكلفة الخردة ألف على ست سنين تطلع عندي ستة ألاف طب ستة ألاف هاي في السنة كاملة السنة كاملة أنا كم عندي شهر تسعة وعشرة وحداش واثناش كم شهر واحد اثنين ثلاثة أربعة إذن أربعة من اتناشر شهر إذن هاي ستة ألاف لازم أضربها فأربعة على اتناشر بشأن يطلع استهلاك الألفين خلال ألفين وخمسة لأن ألفين وخمسة ما استهلكت كامل السنة أنا استهلكت فقط كامل أربع شهور منها لكيمة الاستهلاك أو قصة الاستهلاك في الألفين وخمسة حسب طريقة القصة الثابت هو ألفين هو كان ستة ألاف في السنة ولكن أنا استخدمت أربع شهور من اتناشر شهر لأن تسعة وعشرة وحداش واثناش أربع شهور فبالتالي بضرب بأربعة على اتناش بيطلع عندي انا الفين هذه الالفين بشيلها من السبعة وثلاثين بيطلع عندي القيمة الدفترية اللي عبارة عن التكلفة ناكس مخصص الاستهلاك التكلفة سبعة وثلاثين مخصص استهلاك الالفين وخمسة الفين بيطلع عندي صافي القيمة الدفترية خمس وثلاثين الف دينار حسب طريقة القصة الثابت ننتقل القصة المتناكس ضعف نسبة القصة الثابت طبعا هون بهذه الحالة أنا لا أستطيع إلا لا أوجد أوجد النسبة المضاعفة النسبة المضاعفة زي ما إحنا اتفكنا إحنا وإياكم إنه عندي 100% على كامل عمر نتاجي 6 سنين ضرب 2 وتساوي 33% وبعدها بضرب أنا التكلفي في النسبة المضاعفة بطلع عندي قصة الاستهلاك في سنة 2050 حنشوف قصة الاستهلاك وساوي التكلفي ضرب النسبة المضاعفة اللي هو 37 ألف التكلفي النسبة المضاعفة هسه شوفنا كيف طلعناها ضربناها في 4 على 12 ليش لإنه إحنا لم نستهلك السنة كاملة إنما بلش الاستهلاك في 1 تسعة وكل نهاية برضو الطريقة مرتبطة بالزمن فأنا بأخذ 4 شهور على 12 بطلع عندي 4070 طب بعد ما طلع عن قصة الاستهلاك بطلع عندي الكيمة الدفترية اللي هي عبارة عن التكلفي 37 ألف ناقص 4070 بطلع عندي 32930 دينار اللي هي الكيمة الدفترية للسيارة حسب طريقة القصة المتناكز ضعف نسبة القصة الثالث يعني الأمور بلشت يعني تكون عندنا أسهل وأوضح من أول مثال تم التطرك إلو الآن رقم ثلاث مجموعة أرقام السنين طبعا أنا ما بقدر أوجد قصة الاستهلاك إلا لما أوجد مجموعة أرقام السنين وعند الطريقة اللي بتقول 1 2 3 4 5 6 طلعت عندي مجموعة أرقام السنين اللي هو عبارة عن 21 الآن طبعا في هذه السنة في عندك أنت السنة العادية وفي عندك المكلوبة عندي 1 2 3 4 5 6 عندي 6 5 4 3 2 1 أنا بدي السنة الأولى معناته بقسم 6 على 21 بأخذ أنا السنة الأولى وبأخذ السنة المكلوبة اللي هي رقام 6 ليش؟ لأنه السنة الأولى الفين وخمسة تعتبر بالنسبة للاستهلاك هي سنة أولى حنشوف قص المتناقص مجموعة أرقام السنين اللي هو عبارة عن تكلفة 37 ألف ناقص الخردة ألف اطلع إلا 36 ألف ضرب 6 على 21 6 اللي هي عبارة عن إيش؟ اللي هي السنة المكلوبة على 21 إلا هو مجموعة أرقام السنين بيطلع عنده 10285.7 الاستهلاك السنوي طيب الآن الاستهلاك السنوي هذا بنحوله لأين؟ للألفين وخمسة للألفين وخمسة إحنا بنعرف بلشنا الاستهلاك من واحد تسعة وبالتالي أربع شهور فبضرب للعشر تالاف وميتين وخمسة وثمانين بوينت سبعة ضرب أربع على اطناش بيطلع عنده 3428.6 اللي هي كيمة استهلاك إلى ألفين وخمسة الآن هذا الاستهلاك بطرح من التكلفة بيطلع عنده الكيمة الدفترية اللي هو 37 ألف اللي هي التكلفة ناقص 3428.6 بتساوي عندي 33571.4 دينار اللي هي الكيمة الدفترية الخاصة بهذا الأصل الآن ننتقل إلى النقطة الأخيرة والرابعة والتي تتعلق في معدل الاستخدام ولنذكر إحنا وإياكم أن معدل الاستخدام لا يستخدم الزمن فيش أربع على اطناش ما في أربع على اطناش لاحظ أنه الطريقة الأولى والطريقة الثانية والطريقة الثالثة بلشنا فضربنا في أربع على اطناش طب ليش؟ لأنه إحنا بلشنا في الاستهلاك في واحد تسعة هذه الطريقة اللي إحنا نترك لها كمان شوي اللي هي معدل الاستخدام ما إلها علاقة مباشرة في الزمن وبالتالي حتكون الإيجابي بالمسافة المقطوعة في السيارة مضروبا في معدل الاستخدام إذن أنا مطلوب بإني أوجد معدل الاستخدام بضربه في الساعات أو المسافة المقطوعة معطي في السؤال بطلع عندي أنا استهلاك السنة الالفين وخمسة حنشوف إحنا وإياكم معدل الاستخدام يساوي إلا هو عبارة عن التكلفة ناكس الخردة على الطاقة الإنتاجية وبطلع عندي إيش؟ خمستاشر دينار لكل ساعة أو لكل كيلومتر مقطوع خمستاش في العشرة من الدينار لكل يعني كيلومتر لكل كيلومتر لكل كيلومتر يعني خمستاش بوينت خمستاش في الميم من الدينار لكل كيلومتر هيك بيكلفني كاستخدام لهذه السيارة الآن معدل الاستخدام بوينت سفر خمستاش في المسافة المقطوعة حسب السؤال عشرين ألف كيلو بطلع عندي أنا ثلاث آلاف دينار إلا هو قصة الاستهلاك الخاص في الالفين وخمسة هذا منسميه قصة الاستهلاك اللي هو عبارة عن معدل الاستخدام بالكيلومترات المقطوعة طلع عندي أنا هون زي ما أنتم شايفين ثلاث آلاف دينار الآن الكيمة الدفترية زي ما احنا منعرف أنه عبارة عن التكلفة مطروحا منها ثلاث آلاف اللي هي قيمة القصة لاستهلاك بطلع عندها أربعة وثلاثين ألف دينار اللي هو يصافي الكيمة الدفترية في واحد وثلاثين واثناشي لألفين وخمسة وبذلك أعزاء الطلبة نكونوا في هذا اللقاء قد تناولنا لقاءين عمليين على عملية استهلاك الأصول الثابتي آملا أن تكونوا قد استفدتم من هذا اللقاء وآملا اللقاء بكم في لقاء تعليمي جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته